على قائمة اليونسكو لمواقع التراث البشري العالمي يندرج أكثر من ألف موقع من بينها أكثر من ثمانمائة موقع ثقافي ونحو مائتي موقع طبعي وحوالى ثلاثين موقع يجمع بين الطبعين ولقد تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة باسم يونسكو بالإنجليزية عام 1945 وهي تتخذ من باريس مقرن لها وتعمل المنظمة على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم المشتركة وتصنف اليونسكو أجمل معالم الأرض بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبعي لعام 1972 وهي اليوم تشجع التعاون الدولي بين الدول الأطراف المئة والثلاثة والستين في هذه الاتفاقية للحفاظ على التراث الثقافي والطبعي وحمايته فالنزاعات والحروب والكوارث الطبيعية والتلوث والصيد الممنوع والتمدن وتطور القطاع السياحي الجامح قد تعرض موقعاً تراثياً للخطر ولقد أدرج لغاية اليوم حوالى خمسين موقعاً على قائمة المواقع العالمية المهددة بالخطر غير أن المجتمعات الإنسانية تبرز هويتها أيضاً عبر اللغة والموسيقى وأشكال التعبير الشفاهي والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية المتوارثة جيلاً عن جيل هذه العادات مهددة أيضاً لذلك اعتمدت اليونسكو عام 2003 اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي بهدف حماية التراث البشرية هذا الذي يضم أكثر من 300 عنصر أما قائمة التراث الثقافي غير المادي التي تتطلب حماية طارئة فتضم 34 تقليداً معرضاً لأخطار التدهور والزوال ترجمة نانسي قنقر